وينقل الموقع عن محافظ المحافظة علي المعمري الذي كان في وداع للجرحة في مطار عدن قوله الفوج الأول من جرح المقاومة حوالي تسعة وثلاثين جريحا وستة عشر مرافقا لهم وأشار المعمري إلى أن مجموعة أخرى مكونة من ثلاثين جريحا سيتم تسفيرهم الأسبوع القادم بالإضافة إلى تكفل دولة الكويت الشقيقة بمعالجة خمسين جريحا بالخارج كما أن أحد فعلي الخير تكفل بتحمل تكاليف سفر ومعالجة أربعة عشر جريحا سبق للسياسي اليمني ياسين سعيد نعمان أن حذر من حالة الفتور التي قد يصاب بها العالم في التعامل مع الملف اليمني وها هو وفقا لذات السياسي يصل إلى تلك المرحلة التي حذر منها وأصبحت قضية اليمن جزءا ومهملا من الخارطة وقال الكاتب أقصى ما استطاع أن يصل إليه مجلس الأمن في بيانه الأخير هو مناشدة الأطراف العودة إلى مائدة المفاوضات مع إشارات برفض الترتيبات الأحادية من قبل أي طرف قصيد بها على نحو أساسي ما يسمى بالمجلس السياسي للحوثي وصالح البيان بصيغته المعلنة حمل دلالات لا تخفى على أحد من أن اليمن لم يعد موضع اهتمام المجتمع الدولي بذلك القدر الذي كان عليه عندما قرر ذات يوم أن يتجنب الحرب ويخوض معركة التغيير بالسلام استجابة لروح الثورة السلمية يومها كان اليمن في نظر العالم يقدم نموذجا للبلد الذي يستطيع أن يتحرك نحو المستقبل بقيم التعايش والتوافق والسلام بعد أن أرهقته الصراعات والحروب بما ألحقته من ثارات وما أنتجته من أنظمة فاسدة لكن المغامرين وأدوات المشروع الفوضوي أسقطوه في الحرب البلد الذي يسقط في الحرب يترك لمصيره المجهول هل أدرك البعض هذه الحقيقة وهم يسخرون من السلام؟ إلى موقع التغيير نت والذي أورد العديد من العناوين بينها قوات الشرعية تعلن سيطرتها على مطار السرواح في مأرب وتقطع الامدادات على الميليشيات الإنقلابية وفي الشأن السياسي المخلافي مستعدون للمشاركة في مشاورات حول خطة شاملة على أساس المرجعيات وفي الموضوعات المرتبطة بأحد أهم تجار السلاح والذي أثير حوله مؤخرا الكثير حول تورطه بسفقات جديدة عنوان الموقع تاجر السلاح اليمني منع لم أزر البرازيل بهوية مزورة بل سائحا وقال تاجر السلاح فارس منع في تصريحات لصحيفة عربية نقله موقع التغير نت أنه زار البرازيل بهويته الحقيقية سائحا مؤكدا أن له الحق في زيارة أي دولة في العالم كما أكد أنه يستخدم جوازا دبلوماسيا في تنقلاته وسفرياته خارج اليمن وينقل موقع عدن تايم عن غسان الزامكي وكيل العاصمة المؤقتة عدن لقطاع شؤون المشاريع قوله أنه يجري حصر الأضرار التي تعرضت لها قلعة صيرة خلال حرب الحوثي على عدن ومشيرا إلى أن الهدف هو تقييم وضع القلعة ورفع تقارير لتأهيلها ويعادة نشاطها من جديد أمام الزائرين خاصة في المناسبات ووفقا للموقع فإنه من المقرر إعادة فتح قلعة صيرة أمام الزوار في عيد الأضحى المبارك باعتبارها معلما ومتنفسا مهما في المدينة كما سيتم إعادة فتح المواقع الأثرية والسياحية ومن عنوين الموقع أيضا وزير الأوقاف يعلن عن تحمل الوزارة نفقات الحج لجرح الجيش والمقاومة وأبناء الشهداء محافظة تعز والملفات العاجلة تحت هذا العنوان كتب أحمد عثمان مقاله المنشور في يمن منتر وقال الكاتب في الأيام الماضية أنجزت تعز عدة انتصارات ستحدث هنا عن الانتصار الداخلي فلقد انتصر أبناء تعز على النفس وأثبتوا قدرتهم على استعادة الدولة وأن الفوضى لن تجد طريقها إليهم وأن الخلافات تحكمها المصلحة العامة القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية والمقاومة أثبتوا كلهم السير على درب الحكمة المبصرة وأنهم مدينون وقادرون على ضبط السفينة مع رياح الوطن المشاكل التي طغط على السطح انتهت بسرعة وأظهر أبناء تعز قدرة فائقة على حل مشاكلهم لصالح قيم الدولة ومشروع المقاومة عاد المحافظ المعمري إلى عدن لمتابعة استكمال نفس المشاريع مع الحكومة ودول التحالف وهو أقوى بناس تعز وأبنائها وقد خضى تجربة ناجحة معهم ستشجعه أكثر على المضي لإنفاذ مشروع المقاومة والدولة دون الالتفات إلى أصحاب الأصوات النشاز الذين يبدو أنهم اغطاضوا من نجاح تعز في الاتفاق والالتفاف حول مشروع المقاومة والدولة الحوثيون يوجهون رصصاتهم إلى صدر المدينة وهؤلاء يوجهون كلماتهم وأكاذيبهم أيضا إلى رأس المدينة ولهذا لا نستغرب إن رأينا قنوات الحوثي والمخلوع ووسائل الاتصال التابعة لهم تشيد بهم وتردد ما يكتبون وتستشهد بهم والمصيبة أن هؤلاء يكتبون باسم المقاومة والحرص على تعز والمشكلة أن الصغار عندما يشاركون في الشأن العام يسعون لرمي أنوار المدينة بالحجارة ويدوسون أزهارها بحوافرهم إلى عنوين موقع يمن منوتور والتي ورد فيها صنع تتكدس بالنفايات بعد فشل الحوثي في احتواء أزمة عمال البلديات وعلم يمن منوتور من مصادر خاصة أن إضراب عمال النظافة أو النظافة دفع الحوثيين للتحرك نحو البنك المركزي من أجل دفع رواتب العمال لشهر غصص الماضي التي لم تصرف بسبب عدم السيولة المالية وقال مصدر في صندوق النظافة بالأمانة ليمن منوتور فضل عدم الكشف عن هويته أن العاصمة لا تحتمل إضراب يوم إضافي خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك ولا بد من سرعة لتدارك الوضع من جانبه تحدث عام النظافة في العاصمة ليمن منوتور حتى في حال تم الصرف المرتبات فإن الوضع لن يتغير حتى لو أعلنت النقابة رفع الإضراب لأن ذلك سيكون إجراءا نظريا حيث أن المخلفات المتراكمة تحتاج إلى نفقات إضافية لرفعها من الشوارع ناهيكة عن العمال الذين سيذهبون لقضاء إجازة العيد موقع المصدر أونلاين عنوان إلغاء رحلة طيران لليمنية إلى مطار عدن بسبب غارات التحالف العربي يقول الموقع ألغت رحلة أو ألغيت رحلة للخطوط الجوية اليمنية كانت مقررة الهبوط في مطار عدن بسبب ارتفاع وطيرة القصف على ميليشيا الحوثي وقوات صالح وقالت وسائل إعلام مصرية إن مطار القاهرة الدولي ألغى رحلة للخطوط اليمنية كانت متجهة إلى مدينة عدن بعدما رفضت تحالف العربي منحها تصريحا لعبور مناطق العمليات وذكرت سلطات المطار تلقت أخطارا من الخطوط اليمنية يفيد بإلغاء رحلتها رقم 602 والمتجهة إلى عدن عن طريق مطار بيشة جنوب غرب المملكة العربية السعودية بسبب تزايد أعمال القصف على مواقع الحوثيين مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير قبل أن نعود لنطالع أهم ما تنقلته الصحف العربية في الشأن اليمني ابقوا معنا نعود اللقاء بكم مشاهدينا الكرام ونطالع أبرزا وأهم ما قالته الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم والبداية من العرب الجديد والتي خصصت إحدى صفحاتها للحديث عن حرب أخرى تدور في اليمن غير حرب الشرعية والانقلابين وعنوانات نزاعات الأراضي في اليمن تشعل صراعا قبليا وتطرد الاستثمارات تقول صحيفة العرب الجديد في البلد الذي يشهد حربا طاحنة تدور حروب أخرى يذهب ضحيتها العشرات بسبب نزاعات الأراضي ولم يفوت الحوثيون الفرصة إذ بسطوا أيديهم على مساحات شاسعة من الأراضي وبدأوا بالتصرف فيها وفي حالة الفوضى التي تشهدها البلاد لا يحتاج الأمر إلى أسباب قوية لتشعل حربا قطعة أرض زراعية صغيرة أشعلت حربا مستمرة منذ 2011 سقط فيها نحو مئة قتيل وبينهم أطفال ونساء ونحو مئة وعشرين جريحا ومنطقة المزاعلة في حجة هي حيث يدور القتال وأغلقت فيها الأسواق والمحلات التجارية وقطعت الطرق بسبب الحصار المفروض إثر نزاعا مسلح بين قبيلة بدر وآل القاعد على قطعة أرض وتضيف الصحيفة أن سليمان القاعد مذيع في إذاعة محلية بمحافظة حجة سقط قتيرا في هذه الحرب المستعرة منذ خمس سنوات بسبب نزاع حول ملكية قطعة أرض وبحسب دراسة للبنك الدولي فإن الأرض سبب محوري في تشكيل النزاع في المجتمع اليمني إذ تشكل الأساس الاقتصادي لسبب المعيشية غالبية اليمنين فالزراعة تشكل خمسة عشر في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيها خمسة وسبعين من القوى العاملة الرفية نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن السفير ضياء الدين با مخرمة سفير جمهورية جبوتي لدى السعودية قوله إنما ذكر أو ما ذكر عن تهريب شخص يمني أسلحة اشتراها من البرازيل إلى اليمن عبر بلاده جبوتي غير صحيح ولا يحق للأفراد اقتناء السلاح أو شراء صفقات أسلحة من خارج جبوتي مهما كان حجمها وأوضح السفير أن المياه الإقليمية الدولية لجبوتي المحاذية لليمن لم تشهد أي حالة تهريب من وإلى اليمن منذ عصفة الحزم في مارس 2015 حيث أن جبوتي ملتزمة مع قوات التحالف من أجل أمن واستقرار الشرعية اليمنية فباستقرار اليمن وأمنه يكون أمن واستقرار المنطقة كلها وجبوتي جزءا منها وأوضح السفير بام خرما وهو عميد السلك الدبلوماسي في السعودية للشرق الأوسط أن جبوتي ملتزمة بأمن اليمن بالمقابل هناك دول حدودية أخرى لها شواطة أطول من جبوتي ومحاذة لليمن وبينهما جزر كثيرة متناثرة يجب الانتباه لها ومعروفة منذ القدم بالتهريب بينها وبين اليمن صحيفة الخليج الإماراتية تابعت موضوع الازدحام أمام مكاتب البريد في صنعاء وما حدث فيها من صدامات بين بعض المواطنين وعنوانات قتيلان أمام مكتب بريد بصنعاء تقول الصحيفة في التفاصيل سقط قتيلان في العاصمة اليمنية صنعاء أمام أحد مكاتب البريد التي تشهد الزحاما شديدا للموظفين والمستفيدين بغية استلام رواتبهم في وقت تشهد البلاد أزمة في السيولة النقدية حرمت الموظفين والمتعاقدين من رواتبهم في الأشهر الأخيرة تضاربات الأنباء حول ملابسات سقوط القتيلين فبينما تقول وكالة خبر المقربة من المخلوع علي صالح نقلا عن مصدر أمني أن اشتباكات دلعت بين مجموعة مسلحة حاولت دخول مكتب البريد في حي الدائر بالقوة وأفراد الحراسة ما أدى إلى سقوط قتيلين إثنين من المجموعة المسلحة التي حاولت دخول مكتب البريد وقالت مصادر أخرى أن شدة الازدحام تسبب في اشتباكات بين مسلحين كانوا في طابور أمام مكتب البريد بعد ملاسنات بينهم تطورت لتبادل إطلاق نعر نوران حواس مأساة في يمن بلا حيلة تحت هذا العنوان كتبت بشر المقتري مقالها المنشور في العرب الجديد وقالت الكاتبة في أجزاء من المقال مدركة بلا شك مخاطر الحرب وترد الأوضاع الأمنية جراء قيامها بمهمتها الإنسانية في اليمن لم تتوقع نوران حواس مسؤولة الحماية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الخطر على حياتها سيأتي من عصابة من اليمنيين الذين جاءت لمساعدتهم ظل مصير نوران حواس غامضاً وخاضعاً للتكاهنات خصوصاً مع إشكالية قضيتها سرب في الخامس عشر من أغسطس عام 2016 خاطفون نوران حواس فيديو جديد ظهرت فيه شاحبة مرتدية لباساً برتقالياً وشاحاً أسود وناشدت نوران الحكومة الفرنسية العمل من أجل الإفراج عنها وحدد الخاطفون مهلة 72 ساعة لإصال الفدية وإلا فسيكون القتل مصير نوران كان واضحاً من الفيديو حجم الفضاعة والانتهاك الذين تعرضت لهما نوران جراء تجريدها من حريتها وإخضاعها رهينة لتجربة نفسية قسية بينما لم يفصح عن الجهة المنفذة وهوية خاطفها على الرغم من تصويره على طريقة تنظيم القاعدة إذ لا يمكن الجزم بانتماء الخاطفين إلى تنظيم القاعدة فالعادة لدى تنظيم القاعدة إعلانه في بيان صريح عن تبني عمليات الاختطاف منذ البداية بينما لم يصدر عن التنظيم أي إعلان عن تبنيه عملية اختطاف نوران حواس في دوامة الحرب في اليمن لا تحظى قضية مفجعة كاختطاف نوران بتغطية إعلامية متناسبة مع حجم الجريمة فبالنسبة لأطراف الحرب اليمنية المغيلة في قتل اليمنيين القضية حادثة عرضية صحيفة الاتحاد الاماراتية أوردت في إحدى صفحاتها عنوان الميليشيات الإنقلابية تختطف عشرات المدنيين في بيحان وفي التفاصيل تقول الصحيفة اختطفت ميليشيات الحوث والمخلوع صالح أكثر من تسعة عشر مدنيا بينهم أطفال وكبار في السن من أبناء مديرية بيحان غرب محافظة شبوة وأفاد مصدر محلي للاتحاد أن الميليشيات اقتحمت عددا من المنازل في قرية الحزم بجانب معسكر اللواء التاسع عشر في بيحان التي لا تزال بعض أجزائها تحت سيطرة المتمردين وأعربت الأطفال وأرعبت عفوا الأطفال والنساء أثناء عملية الاقتحام واقتادت العشرات إلى سجون ومعتقلات عفوا تابعة لها وأضاف أن من بين المعتقلين أطفال لم يتجاوزوا الرابع عشر عاما من العمر وكبارا في السن تجاوزوا الستين عاما من العمر موضحا أن الميليشيات تقوم بعمليات الاختطاف من أجل إجراء عملية تبادل مع أسراهم الذين سقطوا بيد قوات الجيش والمقاومة الشعبية صحيفة البيان تابعت في صفحاتها الرئيسية شعائر الحج وقالت مليونا حاج يبدؤون مناسكهم اليوم وتقول الصحيفة أدى نحو مليوني حاج صلاة الجمعة الأولى من شهر دي الحجة في الحرمين الشريفين عشية انطلاق المناسك اليوم بالمبيت في ميناء التروية وتزايدت أعداد الحجاج في مكة المكرمة لتمتلئ أروقة المسجد وأدواره وساحاته بالمصلين حتى امتدت إلى أحياء المنطقة المركزية والطرق المؤدية إلى المسجد الحرم وتتابع الصحيفة يستكمل الحجاج اليوم وصولهم إلى مشعري منا لقضاء يوم التروية استعدادا للوقوف غدا على صعيد عرفات لأداء ركن الحج العظم وأكدت سلطات السعودية كامل استعدادها لتأمين الحجاج والسهر على راحتهم حيث قال ناطق باسم مزارة الداخلية اللواء منصورة تركي في مؤتمر صحفي لن نتوانى عن التضحية بأنفسنا لحماية الحجاج وأفشال خطط كل من يسعى للنيل من أمنهم وسلامتهم ومن بين الأخبار المتداولة على نطاق واسع والذي وردت في أكثر من صحيفة علقت صحيفة القدس العربي غضب واسع لوضع الشرطة الإيرانية لاجئين أفغان في أقفاص في الساحات العامة ونشرت عدد من الوكالات والمواقع الأخبارية الإيرانية تقاريرا وصورا لوضع قوات الشرطة الإيرانية عددا من اللاجئين الأفغان في أقفاص أمام أنظار الناس والكاميرات التلفزيونية والمراسلين للتعزير بهم بسبب ما قالت السلطات الإيرانية أنه دخولهم البلاد بطرق غير مشروعة والتهريب الأمر الذي أثر غضبا شعبيا كبيرا في أفغانستان وعنونت شبكة أفغان للأنباء تقريرها بهذا الخصوص معرض للمواطنين الأفغان في الأقفاص الإيرانية وكتب الصحفي والشاعر الأفغاني مصطفى زهارة أنه على مسؤولي أفغانستان أن يموتوا بعد إطلاعهم عن هذه التقارير ورؤيتهم لهذه المشاهد المؤلمة والمسيئة وخاطب الإيرانيين قائلا يا أيها الإيرانيون إذا ذهبتم إلى خارج بلادكم فسوف تشاهدون أن قيمة الإنسان ليست كما تفعلون وتظنون ولا توجد أي أفضلية لأي إنسان أو أي عرق على الآخرين مررة الهوى الطائفي تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال في أجزاء منه منذ قدم الخميني أطلقها ثورة إنسانية ثم إسلامية حتى إذا استقر لهم الأمر جهروا بوجهها الطائفي وها هو أحد جنرالاتهم محمد علي فلكي يدعو إلى تكوين جيش مذهبي من كل البلدان يعنيني الموضوع كله بالانتماء إلى الإنسانية ويشغلني أمر اليمن بالولادة والحق في الحياة فقد كانت داعش وأخواتها مولوداً اصطنع منذ احتشد العالم الإسلامي بدافع أمريكي لدحل الاتحاد السوفيتي من أفغانستان ولم يزل هذا الوحش تحت الترويض وفي مرمر نيران إن التنافس والتنازع وحتى المصادمة اتخذت بعداً جهوياً صرفاً ساهمت في تكريسه تضاريس جغرافية معقدة وظروف اقتصادية صعبة جعلت الخناق شبه دائماً بين قرية وجارتها وأما من الناحية المذهبية فإن اليمنيين لم يعبأوا بالفواصل بين معتقداتهم وكان الانتقال من منطقة تدين بالزيدية إلى أخرى تتخذ الشافعية مذهباً أو العكس تقود مع الأيام والسنين إلى التعايش يستثنى الإسماعيليون الذين أذقهم الأئمة الهدويون سوء العذاب من وراثة صراعهم مع القرامطة والصليحيين مع مجيء الملالي في إيران وإلقائهم بذرة الحوثي في التربة اليمنية تفجرت حمأة الطائفية هذا الهوى الطائفي قاد الحوثيين إلى بغداد لاستمداد الاعتراف ولم يبخل العبادي في تأكيد أن خطوة تشكيل المجلس السياسي بصنعاء كان إجراء دستورياً حسناً فبغداد مدينة تعج بالفوضى والعراق واقف على شروخ طائفية وحروب دامية والنظام الطائفي يصرخ بتهم الفساد المتبادل بين أركانه حتى قيل إن مدير أحد المصارف هرب أكثر من ستة بلايين دولار لصالح الفاسدين قد يكون بحث الحوثيين عن اعتراف من بغداد الغريقة هو هروب من هزيمة دبلوماسية في الكويت قادت ولد الشيخ إلى إختار مجلس الأمن بما يدينهم ويلزمهم مجموعة من رسوم الكاركاتور نختم بها حلقتنا لهذا اليوم إلى أن نلقاكم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة